الأخ محمد طلعت نستمع إلى مشاركته نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الأخ محمد طلعت جزاك الله خير على المشاركة ننوه إلى بعض المواضع التي ينبغل أن تنتبه إليها في قوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أحسنت يعني في اللتي أمبلها خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرى عرضهم يعني تأتي بتفخم الراء ما نقول عرى عرضهم لا عرى عرضهم فتظهر الراء مفخمة لأنها مفتوحة عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني هذا يعني قلب أو إقلاب وسنتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن هذا الحكم لهميته لكن النطق الصحيح هكذا أنبئوني نقلب النون الساكنة ميما مخفاة لدى النطق بالبع هكذا أنبئوني أنبئوني يعني ميم مخفاة ولما يقول ميم مخفاة لا بد من يعني طباق الشفتين لكن من غير يعني كز كما قال ابن الجزري رحمه الله من غير تشديد الكز الذي ذكره ابن الجزري الصحيح هنا في هذا الموضع في موضع القلب وليس في التكرير هذا سهو مني التكرير هناك ذكر ابن الجزري يعني وأخفي تكريرا إذا تشدد لكن هنا الكز الذي قال عنه ابن الجزري من غير كز هو هنا في النطق بالبع بعضهم فهم من غير كز في كلام من الجزري فهم فهما أنه يعني لا بد من الفرجة عند النطق بالميم المخفاة يعني يقرأ أنبئوني فرجة يسيرة هذا ليس صحيحا لا بد من الإطباق لكن من دون تشديد من دون كز كما قال ابن الجزري فهنا نقرأ أنبئوني أنبئوني نعم ترجمة نانسي قنقرأ